الخبر اللي عادنا عنه سامة مروه هو اخرنا رح يرجع لليوتيوب بعد ما اسامة مروه قطع على اليوتيوب تقريبا 14 يوم وقبل كم يوم تقريبا نزل ستوري قلبي ان هو حقط على اليوتيوب 16 يوم في اخر حاليا اسامة مروه نزع لحسباب الانستغرام شوية ستوريات يعلم من خلالها ان هو رح يرجع اليوتيوب بعد ثلاثي ايام بس واخرنا رح يرجع اليوتيوب فان شاء الله الف مبروك وان شاء الله رجع قوية وناريا فكتبونا احبابي الكومتات هل انتو فرحين برجع او لا الخبر الثاني اللي عادنا عن مفاجأة اليوتيوبار فهو اليوتيوبار عادنا هو نور مارفلون وما نزع لحسباب الانستغرام شوية ستوريات وهذا الستوريات انا من خلال انه قاعد يمنتج المقطع كلش قوي وناري وهذا المقطع هو محتار الذي رح ينزل او لا مهم مقطع من الوضع رح يكون بوحده رح ينزل باشر الساعة بالأربع احطكم الستوريات شوفوها الله يا جماعة طلع بمنتج بالفيديو تقريبا 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 اربع ساعات لالساعة الي بنصه كتير كتير مونتاج اوي هاي اول مرة بمنتج فيديو بها الشكل بس انا ما بعرف اذا نزله على قناة الاساسي او لا والله مبارك اخيرا يا جماعة واخيرا ساعة ثلاثة تقريبا بلاش مونتاجه هلا حتى خلصته صراح ساعة تساعة ونص فراح اعيد التفكير فيو اذا عجبني انا هنزللو اذا ما عجبني بلاي غير فكر شاء الله يوم ثلاثة اشتركوا في القناة الخبر الثالث اللي عادنا عن ناجل قاخ وتهجم على النور ستارز فناجل قاخ ننزع على السبب اللي انستجرام شاهدت استوريات وبهذه الاستوريات كان يقول بها انه اسرائيليين دخلوا القدس ونحسس بيوم القيام راح تجيب نسوكي استهجم على النور ستارز لحطوكم الاستوريات اللي حاب نشوفها كامل سبعة خير انا صحيت هلاء على صدمة مش عارف ايش عم بصير في الدنيا دخلوا على المسجد الاقصى انتم مستوعبين ايش عم بصير انا حاسس يوم تل ايامي اربط هالدرجة والله راح حاسبنا كلنا طمنوا لي عن نور ستارز بتنزل اعلانات او لا لا قاعدة خايف عليها فاكتبنا احباب لكم ومتاشركم بتهجم ناجي على نور ستارز الخبر الخامس اللي عادنا عن تهجم المتابعين على بيسان وانستشايف بيسان وانستشايف بيسان وانستنزع على الحساب بيسان بالتك توك هذا المقطع وبهذا المقطع وكما قاعدين يساوي بي دعاية العصير تاني فهو متابعين صاروا تهجمون عليهم انتم قاعدين يساوي دعاية ومدرشون القدس وحاليا قاعدين تصابيها اشياء مثلو شفين المقطع كله عبارة عن اعلانات وكلكم انتم صاروا تهجمون عليها طبب من نفس الوقت يا حباي بقى شغلة كلش مهمة وهو شغلة ممكن يتخليني نعبر عن رأيينا بشكل اسرع اكثر من الستوريات والفيديو هاللي قاعدين تنحذف اللي هو ان ندخل على متجر جوجل بلاي او ابستور ونبحث على الانستغرام والفيسبوك ونسوي لهم تقييم واحد بعد رح يطع لكم تعليق بالتضغطون على التعليق تكتبونوا بهذا التعليق انقذوا حي الشيخ جراح ونجموا وحده بهذه الحالة يا حباي ممكن للشركات انه تخلق من هذا الموضوع ويصير صدل لموضوعك بشكل اكبر سووا هذا الشيء بالانستغرام والفيسبوك بمتاجر جوجل بلاي والابستور اتمنى من كل مشاعر السوشيال ميديا ينشروا هذا الستوري بكل مكان لهذا الشيء ممكن نفيدنا انه يصل صوتنا بشكل اكبر وبسطول احبالي من هذا الصحة المقطع رابط الاغنية بالوصف مع الطارق الباشواني تقولوا يا كومنتات هل يجبكم مستطع او لا وهل يجبكم من الكلب او لا رابط بالوصف الكل اللي رح يشوفه بس شاكو فايزين وختمك القصص مع السلامة